أقدمت إيران على قصف عنيف جداً في العراق قتلت فيه تسعة وجرحت العشرات ودمرت مباني لآخرة قال لك ضربة المعارضة الإيرانية لموجودة الكردية لموجودة في كردستان العراق في شمال العراق والتهمون بأنهم هم أيضاً من رهي يسخن في الأحداث داخل المدن الإيرانية اللي نعرف أنها انطلقت منذ أكثر من عشرة أيام أسبوعين الآن تقريباً 16 سبتمبر منظم كانت بعد مقتل شابة عن طريق ما يسمى بشرطة الأخلاق وطبعاً الأوضاع ما زالت في إيران برغم تعتيم برغم قطع الأنترنت هناك وضع منطفض ومظاهرات غير مسبق يعني كل المراقبين يقولوا هذه المظاهرات ذاتنا الطابق خاص أنا ما أعتقدش أنها تروح بعيد إذا بقات في هذه الحدود لكنها هزت نظام الملالي هذه اللي أصبح يحكم طغمة عسكرية تسمى الحرس الثوري وبوجوه المشايخ أو الملالي كما يسموه فرحوا إذن تصدير لأزمتهم رحوا يقصفوا ويقتلون في العراق وقتلوا عدد مما يسموه معارضين أكرار بالمناسبة إيران فيها تقريباً 80 مليون ساكن منهم أكثر من عشرة ملايين كردي ليس لهم حقوق إلا حقوق بسيطة جداً جداً وقمع وقهر إلى آخره وإيران هي عبارة عن موزايك من الأجناس من الطوائف حتى من المعتقدات النظام هذا اللي رغم قائمة اليوم يحكم ما هو حتى نظام شيعي يحكم بالمذهب الاثنية عشر والآخرين يحيون ويعيشون تحت الطغيان اللي موجود هناك وللأسف هذا ما يسمى ب الحرس طوري والقدس ومنش عارف الحرس تعلق القدس وكتائب القدس أو كيف يسموها تحدثون عن القدس ولكن يذبحون السوريين والعراقيين واليمنيين محزل يخدعون خدعوا كثير من الناس بخطابات على المستضعفين وعلى المظلومين وعن 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 في النهاية يروح يدافع على بشار يعني كنت واجهت بها بعض الناس في قنواتهم قلت لهم هل لو أنتم ما راكم تقولوا بل أنتم سيدنا الحسين تقدسونه إلى درجة أنكم توصلونه مرات إلى مصاف الأنبياء وأكثر سيدنا علي هل كان سيدنا علي أو سيدنا الحسين رضي الله عنهم ورضاهما هل كانوا سيقبلون أن تكونوا مع بشار الذي يقتل النساء والرجال ويغتصب وخلق كسروا سوريا خربها وخرجت شبيحا يقولون لا أسد أو لا أحد ومئات الآلاف من القتلى ملايين من المشردين في الداخل ملايين من المشردين في الخارج عشرات الآلاف في السجون كثير منهم ماتوا تحت التجويع وتعذيب رحيب هل كان أو هل سيدنا الحسين وسيدنا علي لأنهم تزعمون أنكم منهم تتلقون دين وحب البيت وهل كانوا سيكونوا مع بشار اللي معه الروس هل هذا يعقل بشار ليورث الحكم في جمهورية على باباه هل هذا يعقل لكنه الدجل لكن في لحظة معينة هذا الدجل ينهار أمام الحقائق والواقع كما هي على الأرض نظام الإيراني يتجه هو أيضا لإنحيال وإن بعد حين برغم كل الأسلحة اللي عنده برغم كل ما لديه لأنه مهما كان عندك أسلحة ما تكونش كثير الانتحاد السوفيتي لنهار في 1991 برغم أنه كان يملك أسلحة لا تملكها أي دولة أخرى على المستوى الحرب الروسية على أوكرانيا التطورات أكيد أن البعض منكم تابعها هي خاصة هذه التفجيرات التي وقعت لخط نورستريم وان ونورستريم تو قالوا المهم كما استمعتم اليوم أول الأخبار خرجت تقول بأن هناك تفجيرات مست الأنبوب الغازي الرابط ما بين روسيا وبعض دول الأوروبية مرورا على البحر الذي يفصل ما بين روسيا والدنمارك والسويد وفنلندا إلى آخره كانت تفجيرات هناك القوى الغربية مباشرة هذه كانت البارح أو اليوم لا تذكر جيدا صراحة مهم ردد الفعل كانت البارح لكن ردد الفعل كانت أهم كانت اليوم بالمناسبة على ذكر إيران نسيت باش نقول لكم بالليل هذا اليوم في العراق كانت هناك ثلاث سواريخ وقعت على على البرلمان قرب البرلمان العراقي وأدت إلى جرح عدد من الناس وهذه كلها كبضاعة الحال لماذا؟ مرجح جدا أن تكون هذه من المعادين للبرلمان ومعادين لجماعة التنسيق ربما يكونوا من جماعة الصدر وهؤلاء أيضا يعادون إيران في العراق يريدون لإيران وأمريكا أن تخرج جماعة الصدر خاصة